فإذا دكتور أليس أنت حكيت عن عدم الغفران وعن عدم الرجاء أو فقدان الرجاء هل في أي إضافات دكتور إيميل لو ما فيش وقت وحنا بعد مشكلتنا في العالم كله وكمان بقينا ما فيش حاجة قيمة تتعمل لو ما فيش وقت يعني أنا عايز أتفاهم أنا ومراتي في حاجة اسمها وقت التواصل اليومي مثلا ساعة في اليوم مفروض يعني أنا مش قادرة بدي بنص ساعة أقفل التليفون وأقفل التلفزيون نسمع بعض ما فيش وقت لو لولادي بعد ما يبقوا تسع سنين عشر سنين خلاص صعب جدا تكون صداقة فالوقت لازم أدفع ثمن لازم أسيب حاجة مهمة لإني الصداقة والعشرة اللذيذة في الأسرة لا يسويها أي شيء آخر فمش أخلص كل الوراي وبعدين أقول طبعا ما أنا هبقى منهك ومش مركز الوقت اللذيذ التركيز في التفاهم عايز أن أبقى عندي وقت مش متنشن ومش بستجري بسرعة 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 أنا محتاج أدي كل طفل كمان من ولادي على الأقل تلسع كل يوم مش أزاكر وكل لأ إنه بس ألعب معاه حوار حوار بفيه وقت فن مع أنه موضوع الوقت هي مشكلة الجميع سواء في الشرق أو في الغرب يعني تمام